في مشكلة في مصر العربيات في بيانات حديثة صدرة من مجلس اسمه معلومات سوق السيارات المصري كشف المجلس ده عن ان في مشكلة او تراجع في مبيعات السيارات في مصر النص تقريبا على اساس سنوي يوليو من يوليو يعني من يوليو 2021 ليوليو 22 العربيات المبيعات نزلت النص الزيل وحنا بنتكلم على اللي لسه صفر وده طبعا بيأثر على العربات اليوز المستعملة لانه السوق هنا يوقف بيأثر على هنا طيب قالك بسبب قوضي الاستراد وارتفاع التضخم انخفاض قيمة الجنيه وما فيش دولار الخبر عشان بس حاش يقول لي جيبت الكلام ده من ايه نهو مصر نصف مبيعات ده العربية بتاع السعودية نصف مبيعات السيارات تتبخر بسبب ازمة الدولار ده مش محمد ناصر يا نشأت يا ديه يا بازة فاندي ده قناة العربية بتقول بسبب ازمة الدولار العربيات نزل السوق للنص طيب عشان تعرف قد ايه السوق بيعاني جدا بسبب ازمة الدولار وتضخم غير انخفاض قيمة الجنيه تعالى اقرى معايا البوس ده اللي منتشر جدا على السوشيال ميديا اللي من دول واحد صاحبي بقى عربيته من سنة ب480 الف ودخل مشروع ونجح نجح باهر وبقى معاته 800 الف جنيه في خلال سنة المشكلة بقى انه مش عارف يشتري عربية تاني مش عارف يشتري عربيته هو اللي بقى تاني يعني بقى عربيته ب480 الف جنيه ودخل مشروع وبقى معاته 800 الف مش قادر يشتري عربيته اللي بقىها بعد قبل كده مش بأس العربيات لكن في قطاع السيارات بشكل غريب جدا مفيش عندنا كمان كاوتشات كاوتشات عربيات مصراه بتقول 6 مليون سيارة ومفيش مصدع واحد ازمة طاحنة تضرب سوق الاطارات للامانة المسألة اه ليها علاقة بالدولار وليها علاقة بالتضخم ليها علاقات كتير لكن كمان بعض الناس بدأوا ينقلوا ان التجار بيلعبوا هنا دور قذر وده اللي بيكشفوا البوس ده الله اعلم انا هقوله زي ما هو لان انا مقدرش هلبس الناس التهمة دي هو نزل التجمع الخامس الجروب اسمه كده التوكلات مخيبة مخبية العربات حرفيا ده جراج هو نشر صورة تبع عزر عرب في مول مقفول دخلته بالصدفة كمية عربيات مرسيز سودي اس كبيرة جدا وتروح تلاقي المعرض فاضي ولا راضي يحجز ويقولك الاستراد مقفول طب ليه بتجدبه ليه وكل ده ستوك ضغط غير عادي من الوكل عشان حكومة تمشي على مزاجهم الحل في فتح المستعمة للأفراد عشان الناس يتربى بجد مش كيفية نشتري كل حاجة بدأ في سرع سعرها واوسخ موصفة لا كمان نعمل ازمة نوقع بها الحكومة قدام الناس لو في وزير تجارة عنده شخصية يفتح المستعمة للشخصي كيفية احتكار بقى اصلا الامتناء عن البيع جريمة لكن لا عندنا ولا حد يقدر يتكلم عرف هاد بقى الصورة هو نشر صورة اهو هو بيقول ده جراج فمول مقفول ماركونة وبيقول انها تابع عيز العرب انا الله اعلم انا معرفش بس هو نشر الصور دي او فعلا عربات زير واي عربات حتة لسه ما ركبتش نمر اهي ما فيش ارقام عليها ولا نمر ما فيش رقم عليها بيقول هي مستخبية عشان التجار يكسبوا هل دي مؤامرة ده كان تعليق حد من المسؤولين على موضوع ارتفاع اسعار السيارات اللي مش بس كده اللي وصلت كمان للاجهزة العربية احمد شيحة بيقول نتعرض لمؤامرة اقتصادية واسعار الاجهزة ارتفعت بنسبة 100% اذا كان تجار العربيات اذا كان برضو بقول اذا كان بيخبوا عربيات فما بالك بقى باللي عنده تلاجات وغسلات والحاجات دي اي شقة بياخدوها في شارع عبدالعزيز ويخب فيها البضاعة لحد ما الدنيا تعلى والتلاجة اللي كان مستوردها من سنتين باي حاجة بقى 10 تلاف ولا بقى 20 الف تمانا هيبقى 100 الف هو لكن عنده بكرتونتها مش تخصر لا تصدي ولا تحصل حاجة هل دي مؤامرة من التجار انا معرفش بس انا بقول الصورة كلها عشان ما حدش اقولك السكنت متضايق من السيسي فعايز توقعه اه انا عايز اوقعه انا هنكر انا نفسي ما شوفش السيسي بكرة لا هو والع صبته لكن لما تعرض معلومة تعرضها للامانة اه في مشكلة في الدولار ايوا في مشكلة في التضخم ايوا في مشكلة في الاستيراد بس كمان في تجار ما عندهمش دين وما عندهمش ضمير لما تخبي سلع زي تلاجات او غسلات او عربيات عشان انت عارف انها بتغلى هنا يبقى ما عندكش دين فعلا ولا عندك ضمير ولا قلبك على الناس لكن فيه اخبار كويسة هيعملها احمد مجموعة وانا دايما نقول اذا حصل حاجة كويسة لازم نقولها اللي عمل الازمة دي كلها من اربع شهور او اقل من اربع شهور قرار طرق عامل محافظة بانك المركزي لما عمل حاجة اسمها الاعتمادات المستندية الاعتمادات المستندية خربت بيت الناس والناس بقت حاجتها في الجمارك ومش عالفين يخرجوها زي شاي العروسة وزي البن وزي حاجة كتير جدا النهاردة فيه كلام عن الغاء الاعتمادات المستندية وده اللي نشره سويرس رغم انه هو بيقول مفيش اعلان رسمي بيقول اهو مفيش اعلان رسمي اطلع 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 بالبص ده صورة يا عمي دي صورة البنك المركزي شدي هيلك يا عيز البنك المركزي يعلن الغاء قرار الاعتماد المستندية الاستراد والعودة اللي عمل بالتحسين المستندية زي ما كان الاول هو مفيش اعلان رسمي لكن اذا حصل ده هيفك ازمة الحاجات اللي في الجمارك اللي وقفة واصحابها مش عارفين اشتغلوا بالاعتمادات المستندية في حد كتب أن الموضوع متعلق برضه بالدولار اللي لسه أسباب أزمته ما تحلتش حد كتب مستف يقول أهو تعال أعرفك إيه اللي هيحصل هيفتح الاستيراد بسمشيد الدولار لحد لحد دولار واحد من البنوك هالدولار بمعرفتك سوق سوق ده وهنقبل الإداء واستورد براحتك يا عم الدولار يولع في الأسسوق الموازي هيتهم شركات الصرافة اللي مش تابعة للبنوك بالجشع ويقفل شركتين ثلاثة هيرفع سعر الدولار الرسمي لأنه ما ينفعش يكون عندنا سعرين بينهم أربعة لخمسة جنيه بلدنا وحفظينها توتا توتا وخلصت الحدوتة يا سيدي حدوتة الاستيراد والدولار والله الراجل ده عنده منطق اهو يقول لك يفتح الاستيراد وبعدين يقول لك ما عنديش دولار في البنوك انت عندك دولار هاتوا من أي حتة تروح تجيبهم السوداء الدولار يعلى ويولع الدنيا يجي هو أقول لك شركات الصرافة يقفل ثلاثة أربعة شركات وهوب الدولار يرتفع سعر الرسمي في البنك لأنه ما ينفعش يكون عندنا سعرين أربعة لخمسة جنيه بين السعرين قال لك دي قصة يعني ها أزمة اقتصادية اللي مصر فيها دي دلوقتي كلها بسبب السيسي السيسي اللي دخلنا في ديون ما كانش لنا فيها غرق البلد والديون وصلت إلى مستوى قياسي رغم كده نلاقي ناس سياسيين بيطلبوا السيسي أنه يدخل ويدعو مجلس الأمن القومي لدراسة مشكلة الديون وده اللي عمله الأستاذ محمد أنور السادات بيقول يدعو الرئيس يدعو السيسي لتفعيل المادة ربعمية مش عارف كام من الدستور ودعوة مجلس الأمن القومي لدراسة أزمة الديون الخارجية ده اللي عمل تبقوا النبي يا أستاذ محمد أنور السادات إذا كان هو اللي يوحّلها تجيبه تاني يحلها آه ممكن ده اللي قاله عبد الرحمن الأبنو دي في الأغنية الخالدة الزكر آه بتاعت عبد الحليم حافظ اللي شبكنا يخلصنا آه عندك حق إذا كنت هتمشي على الأغاني لا يبقى اللي شبكنا يخلصنا ده غالب اللحن بليك حمدي ما يمشيها كده أو عايز مشيها النظار قباني فإنما انفتح الأبواب يغلقها وإنما أشعل النيران يطفئها أوكي أو عايز مشيها بلدي بتاع الصيادين وحاجات دي اللي حضر عفريت يصرفه مش كده ممكن نفس المعنى كتب عنه رئيس حزب الدستور السابق خالد داود وقال في انتظار معجزة من السماء الاستراتيجية المفقودة في دول العالم تقريبا في أزمة الكافة 19 والحرب الروسية يشير تقريب بساته الأحد وكالة بلومبرج إلى أن فرصة فشل مصري في سداد اقصاد فقرودها وصلت إلى أعلى مستوى منذ 2013 وهو ما يزيد من الهمية التواصل بالسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد بكل ما يرتبط به من شروط صعبة الاستاذ خالد داود منتظر معجزة من السماء بس الاستاذ خالد هنمشيها شعر برضو معلش نمشيها شعر بين غير المعقولة دا بقى معتمدين على التضرع لله أن يحل الأزمة من عنده عشان مصر مذكورة في القرآن عدة مرات وربنا مش هيسيبنا نجوه كويس إنك لحاقتين بديه من غير المعقول أن نبقى معتمدين على التضرع لله أن يحل الأزمة من عنده عشان مصر مذكورة في القرآن عدة مرات وربنا مش هيسيبنا نجوه كويس إنك لحاقتين من دي لأن كنت هفكرك بقصيدة هوامش على دفتر النكسة للراحل نزار قباني لما قال إن الله ليس حدادة لديكم ليصنع السيوف